أنت الأصغر شامت علم الشمس الموت صوت الحق الصايف صبع الخير رجاء الالتزام الصمت والهدوء لجوالات مغلقة مصامت مغلق شانتهو بعيد وين شانتهو موضوعنا اليوم عن البلاغة العربية انتهينا من الموضوعات الأدبية بما فيها الشعر والنتر الآن سنتحدث عن البلاغة العربية بداية لا بد من التنويح بأن البلاغة العربية قد نشأت وتطورت على يد الكاتب أو العالم وهو أبو يعقوب السكاكي في كتابه مفتاح العلوم تقريبا في القرن السابع الهجري هل معنى ذلك بأن البلاغة العربية بمباحثها لم تكن موجودة قبل وجود السكاكي؟ نقول بأن هناك تمهيدات وهناك من تحدث عنها من العلماء على سبيل المثال من العلماء في ذلك العصر أو قبل وقت القرن السابع الهجري منهم الزمخشري وأيضا الجرجاني والقيرواني وهناك أيضا بالإضافة إلى أبو الهلال العسكري وكثر من الكتاب تحدثوا عن علم البلاغة بمباحثه المتعددة لكن تلك المباحث التي قام بحصرها أبو يعقوب السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ألا وهي علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان وهي التي حصرت في علم البلاغة كانت متناثرة قبل القرن السابع الهجري يعني لم تكن محصورة في كتاب واحد كما قام به أبو يعقوب السكاكي عندما حصر علوم البلاغة في مباحث ثلاثة علم المعاني والبديع وعلم البيان فنقول بأنه في البداية أو عند الحديث عن نشأة أو بداية نشأة علم البلاغة بمباحثها الثلاثة نجد بأنها كانت في البداية تلك المباحث كانت متناثرة متفرقة موجودة في ثنايا الكتب سواء كانت كتب الشعر والنقد أو كتب التاريخ والأدب وهناك من تناول علم المعاني بمفرده من العلماء وهناك من تحدث عن علم البيان أيضا بمفرده وهناك من تحدث عن علم البديع لكن الذي قام بحصر علوم البلاغة بمباحثها الثلاثة هو أبو يعقوب السكاكي في كتابه المشهور مفتاح العلوم الذي يقوم بقراءة هذا الكتاب يرى بأن علم البلاغة محصور في ثلاثة مباحث ألا وهي علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني كما هي متعرف عليها حتى وقتنا هذا هذا بالنسبة بشكل مبسط عن نشأة علم البلاغة بما أنه قمنا بالحديث عن علوم البلاغة أو مباحث البلاغة الثلاثة علم البيان والبديع والمعاني موضوعنا اليوم سنحصر حول علم البيان حول موضوع علم البيان لكن قبل حديثنا عن علم البيان لا بد من تعريفنا للبلاغة في اللغة والإصطلاح نحن نعلم بأن كل مفهوم له تعريف سواء كان في اللغة يعني في كتب اللغة في المعاجم في القواميس وغيرها وهناك أيضا معنى آخر في الإصطلاح يعني كما قام بالحديث عنه العلماء وغيرهم ممن يهتمون بمفهوم البلاغة فتعريف البلاغة في اللغة أو كما عرف في اللغة هو بمعنى بمعنى ماذا؟ الانتهاء والوصول باعتقادكم الانتهاء والوصول إلى ماذا؟ أو ماذا يقصد من خلال هذا التعريف الانتهاء والوصول؟ الآن بدنا نتطرق أو سنقوم إلى التطرق إلى المفهوم الاصطلاحي حتى يتبين لنا ماذا يقصد بالانتهاء والوصول لأنه في الكتب اللغوية تقول بأن معنى البلاغة في اللغة الانتهاء والوصول من بلاغ الشيء يبلغ بلوغاً بمعنى انتهى وماذا؟ ووصل فكما قام بالبحث العلماء الذين اهتموا بعلم البلاغة قالوا بأن مفهوم البلاغة اصطلاحاً هو كل ما يبلغ به المعنى قلب السامع معنى ذلك البلاغة تهتم بماذا؟ بالمعنى إيصال المعنى فمعنى ذلك نجد أن معنى الانتهاء والوصول أي الانتهاء والوصول إلى المعنى نعم إلى المعنى المقصود والمراد بصورة ماذا؟ مقبولة ومعرض حسن يعني بحيث يخرج المعنى إلى أو يصل المعنى إلى قلب السامع وذهن السامع بحيث يكون هذا المعنى مفهوم ويكون على صورة مقبولة وعلى صورة حسنة فلذا تعرفنا على ماذا يقصد بمعنى الانتهاء والوصول أي الغاية من وراء علم البلاغة هو إيصال المعنى إلى ذهن وقلب السامع بحيث يفهمه ويكون هذا المعنى بصورة أو على صورة حسنة ومقبولة بالنسبة للسامع والقارئ طيب نحن نسمع كثيراً عن الفصاحة فمثلاً نقول هذا كلام بليغ وهذا كلام فصيح هل هناك فرق بينهما أم أن لكل منهما وظيفة خاصة به يعني هل البلاغة مفهوم البلاغة عندما أقول هذا كلام بليغ نفسه مثل مفهوم الفصاحة عندما أقول هذا كلام فصيح أم أن هناك اختلاف بينهما إن كان هناك اتفاق من تعلل هذا الأمر وإن كان هناك اختلاف سنعرف السبب فمن تجيب على هذا الأمر هل هناك اتفاق أم اختلاف بين المعنيين أو بين المصطلحين نعم أشكرك يعني زميلتنا قالت بأن الفصاحة هو الاهتمام باللفظ دون المعنى من أين عرفت هذا الأمر من خلال تعريفنا للفصاحة يعني سنقوم بتعريف الفصاحة حتى يتم التفريق بين المعنيين في السابق أنا تحدثت وقلت لكم بأنه لابد أو عند التفريق بين مصطلحين لابد من معرفة مفهوم كل منهما فقمنا بتعريف البلاغة الآن سنقوم بتعريف الفصاحة الفصاحة في اللغة هي الظهور للبيان عندما أقول هذا كلام بين أي هذا كلام واضح هذا كلام واضح بين واضح أنت على بينة يعني أنت على وضوح في كلامك وفي حديثك فتعرفنا على معنى الفصاحة في اللغة الآن سنتعرف على الفصاحة في المفهوم الإصطلاحي فماذا يقصد بها هي الألفاظ وليس المعاني تحدث العلماء وقالوا عن تعريفهم لمفهوم الفصاحة في الإصطلاح قالوا هي الألفاظ وليس المعاني هي الألفاظ البينة يعني الواضحة هي الألفاظ البينة الظاهرة المألوفة الاستخدام والمتبادرة إلى إيش إلى ماذا؟ إلى الذهن والمأنوسة لدى ماذا؟ المأنوسة للاستخدام لدى الكتاب والشعراء يعني نجد أن الشعراء والكتاب يكترون من استخدام الكلمات يعني تكون ظاهرة وواضحة وبينة ومعروفة لدى القارئ والسامع والمؤلفي أيضا فهنا نجد أنه سنعيد تعريف المفهوم الاصطلاحي للفصاحة نقول هي الألفاظ البينة أي الظاهرة المتبادرة إلى ماذا؟ إلى الفهم والمأنوسة لإستخدام لدى الكتاب والشعراء لمكان حسنها يعني لجمالها لمكان حسنها نحن نعلم بأن الشعراء يتميزون بقصائدهم ينطقون الكلمات الجميلة والحسنة والتي تؤثر في ماذا؟ في السامع أو القارئ فهذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي لمفهوم الفصاحة الآن سنقوم بعملية التفريق بين معنى البلاغة ومعنى ماذا؟ الفصاحة قالت زميلة أن الفصاحة فقط تهتم بالألفاظ يعني هي وصف للألفاظ دون المعنى لكن البلاغة هي أعم من مفهوم الفصاحة البلاغة تهتم باللفظ مع المعنى اختيارها لللفظ مع ماذا؟ مع اهتمامها بالمعنى فلذا نجد بأن البلاغة مصطلح أعم وأشمل من مصطلح ماذا؟ من مصطلح الفصاحة فلذا قالوا بأن كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغ كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغ وهذا يؤكد لنا بأن مفهوم البلاغة أعم وأشمل من مفهوم الفصاحة هذا بشكل مختصر للتفريق بين مفهوم البلاغة والفصاحة الآن سنعود إلى المبحث الأول من مباحث علوم البلاغة ألا وهو علم البيان قبل الحديث عن موضوعات علم البيان كما اعتدنا لابد من تعريفنا لعلم البيان ما هو البيان؟ عندما نقول هذا كلام بيّن أي هذا كلام واضح فمعناه في اللغة أو كما استند عليه في اللغة بمعنى الكشف والإيضاح الكشف والإيضاح أي توضيح المعنى يعني الغاية من وراء علم البيان ماذا؟ أو ما أهمية علم البيان؟ توضيح المعنى توضيح المعنى فمعناه في الإصطلاح كما قال الباحث هو علم أول شيء أنا تحدثت وقلت علم البيان أضفت كلمة علم إلى البيان فمعنى ذلك أول شيء لا بد من التحدث بأنه علم علم ماذا؟ يُعرف به إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كمان مرة هو علم يُعرف به يعني عن طريقه إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة إما عن طريق التشبيه أو عن طريق الاستعارة أو عن طريق الكناية أو المجاز المرسل وغيرها فمعنى ذلك نجد أيضاً بأن لعلم البيان علومه الخاصة به التي تحدثنا عنها التشبيهات والاستعارات والكنايات والمجازات تلك العلوم الخاصة بعلم البيان من الذي يستخدمها؟ شعراء والكتاب في ماذا؟ في قصائدهم أشهرية فمعنى ذلك هناك أهمية من وراء تلك العلوم ألا وهي علوم البيان يستخدمها حتى يقوم بعملة تجميل وتزيين وسقل الكلمات والمعاني والإسلوب والتعبير المستخدم في كل قصيدة شعرية أو عند الكتاب هذا بنسبة لأهمية علم البيان وتعريفه في اللغة والإصطلاح الآن سنتطرق إلى موضوع من موضوعات علم البيان ألا وهو التشبيه موضوع ماذا؟ موضوع التشبيه فما هو التشبيه؟ من تعرف؟ عندما أقول تلك الطالبة تشبه تلك الطالبة فمعناها في اللغة تمثيل معناه في اللغة التمثيل يعني الطالبة مثل تلك الطالبة فكما عرف في اللغة بمعنى التمثيل التشبيه التمثيل جاءت من كلمة مثل يعني مشابهة لها ومعناه في الإصطلاح أو الجامع أنا سهلك الأمر هناك تعريفات عدة لكن عندما أقول تلك الطالبة مثل تلك الطالبة في صفة الإجتهاد يعني جماعة بين طالبتين في صفة أو أكثر من صفة ممكن صفة الإجتهاد والأدب وغيرها من الأمور فمعنا ذلك جمع بين شيئين عساس أنك لا تنسي بدنا نجسد التعريف جمع بين طالبتين في صفة أو أكثر من صفة الصفة تلك أو أكثر من صفة يطلق عليها في التشبيه هي وجه الشبه الصفة المشتركة بين الطرفين بما أن هناك طالبة وطالبة معنا ذلك هناك طرفين للتشبيه عنا مشبه ومشبه به الصفة المشتركة بينهما هي وجه الشبه ما الذي يربط الطرفين الأدى فمعنا ذلك عنا طرفين تشبيه مشبه ومشبه به وأيضا وجه الشبه وهي الصفة المشتركة بينهما والذي يربط بين المشبه والمشبه به هي الأداء أداة التشبيه أداة التشبيه وبناء على ذلك نقول بأن للتشبيه أركان بأن للتشبيه ماذا؟ أركان فمن أركان التشبيه المشبه به الأداء ووجه الشبه لدينا أربعة أركان مشبه ومشبه به والأداء ووجه الشبه نجد أن في التشبيه لا يمكن الاستغناء عن أحد طرفي التشبيه لا ينفع بأن نحذف طرف من أطراف التشبيه لا بد أن يكون طرفات تشبيه موجودة في الجملة أو الشاهد البلاغي في التشبيه فمعنى ذلك نجد أن في التشبيه لا بد أن يعتمد على الطرفين الأساسيين ألا وهما المشبه والمشبه به فلذا يصلح أن يطلق عليهما بأركان التشبيه أو ركني التشبيه أو يطلق عليهما بطرفي التشبيه ممكن أن نقول من أركان التشبيه أو طرفاء التشبيه أما الأداء ووجه الشبه يصلح فقط أن نطلق عليهما بأركان التشبيه ولا يصلح أن نطلق عليهما من أطراف التشبيه لا ينفع بأن نقول عن الأداء طرف ولا ينفع بأن نقول عن وجه الشبه طرف وإنما المشبه والمشبه به من أطراف التشبيه أو طرفات تشبيه وركنات تشبيه طرفات تشبيه وركنات تشبيه أما الأداء وجه الشبه فقط نطلق عليهما بركني التشبيه ولا يجوز أن نطلق عليهما من أطراف التشبيه خطأ أن نقول عنه هذا طرف أو هذا طرف وإنما هذا ركن وهذا ركن لكن المشبه والمشبه به ركن وطرف لأن الأقوى هو الطرف وليس الركن الركن ممكن أن نستغني عنه لكن الطرف لا يمكن الاستغناء عنه أبدا فلذا أطلقنا على المشبه والمشبه به بطرفي التشبيه لأننا لا يمكن الاستغناء عنهما في التشبيه لا يمكن الاستغناء عنهما في التشبيه أما الأداء ووجه الشبه ممكن أن نستغني عن الأداء في أحد الشواهد البلاغية وممكن أن نستغني عن وجه الشبه ويمكن الاستغناء عنهما معا الاثنين ممكن أن نستغني عن الاثنين الأداء وجه الشبهي معاً لكن لا يمكن الاستغناء عن المشبه والمشبه به بما أنه في أطراف ستحدث في الشواهد البلاغية الخاصة في التشبيه معنى ذلك القاعدة الأساسية تقول في التشبيه بأن الأقوى والأبلغ في علم البلاغة نحكم بناء على الحدث يعني لما تحكم على الشاهد البلاغي تحكم بناء على الركن المحدث فإذا حدف ركن سنقوم بالحكم بناء على ماذا؟ على المحدث لأن الأقوى والأبلغ هو ماذا؟ هو الحدث نستند بناء على ماذا؟ في الحكم بناء على الحدث وليس الذكر هذا سيفيدنا من خلال استعراضنا لموضوعات التشبيه الآن سنقوم بالتطرق إلى موضوعات التشبيه لكن قبل التطرق إلى موضوعات التشبيه في نقطة سناها الأداء قد تكون حرف وقد تكون اسم أو فعل الأقوى في الأدوات هي الحروف الأقوى في الأدوات هي ماذا؟ هي الحروف مثل ماذا من الأدوات؟ الكاف وكأنه الكاف وكأنه هي حروف أما الأسماء شبه مثل، مشابه، مماثل، تلك أسماء أما الأفعال يضاهي، يحاكي، يماثل، يشبه هاي أفعال، تلك أفعال فمعنى ذلك نجد أن الأدوات تمقسم إما أن تكون حروف وهي الأقوى في التأثير وإما أن تكون أسماء وأفعال الآن سنتقل إلى الموضوعات وسنتعرف على أهم الموضوعات التي سنتحدث عنها اليوم وهو تشبيه المرسل تشبيه المفصل والمؤكد والمجمل والبليغ والتشبيه التمثيلي وهناك ضمي ومركب وغيرها لكن نكتفي بتلك الأنواع أو الموضوعات فسنتعرف على كل منهم في التشبيه المرسل يا صبايا نجد بأنه يطلق على الشاهد البلاغي بأنه تشبيه مرسل إذا وجدت الأداء بناء على وجود الأداء فإذا وجدت الأداء في التشبيه المرسل تقول بأنه ماذا؟ مرسل يعني استرسلت الأداء موجودة سنفصل هذا من خلال إعطاء بعض الأمثل لكن البداية نريد أن نتعرف أما إذا وجد وجه الشبه فهو مفصل لأنه في خربطة صارت في بعض الأمور يعني في السابق كانوا يحكوا أنه إذا وجدت الأركان الأربع هو مفصل طيب ممكن في التشبيه المرسل تذكر الأركان الأربع فقالوا إذا وجدت الأداء أدون حذف من الأركان فنقول مرسل وإذا وجد وجه الشبه فهو مفصل وإذا حذفت الأداء فهو مؤكد إذا حذفت الأداء فهو مؤكد بغض النظر عن وجود وجه الشبه لأن الأقوى قلنا والأبلغ هو الحذف فإذا وجدت الأداء محذوفة مؤكد وكفى على طولها تضعي مؤكد وإذا حذف وجه الشبه فهو مجمل إذا حذف وجه الشبه فهو مجمل وإذا حذفت الأداء ووجه الشبه معاً يعني يحدف ركنان من أركان التشبيه ألا وهي الأداء وجه الشبه معاً فهو بليغ ماذا يقصد بليغ؟ يعني أبلغ في المعنى أن الأقوى هو الحذف فمعنى ذلك عندما يحدف ركنان هذا أقوى وأبلغ في المعنى فلذا سمي بليغ أبلغ في المعنى أو أجمل فهنا نقول حذف ركنان ألا وهي الأداء ووجه الشبه أما التمثيل التمثيل يكون وجه الشبه صورة منتزعة من عدة أمور من المشبه والمشبه به بحيث يكون المشبه والمشبه به كل واحد منهم لابد أن يكون صورة مركبة يعني المشبه يكون صورة مركبة والمشبه به يكون صورة مركبة أما وجه الشبه فهو صورة منتزعة من عدة أمور هذا بالنسبة للشرح حول تلك الموضوعات الآن سنأتي بالأمثلة الموجودة بين يديكم سنقوم بتفصيلها المثال الأول الموجود عندك يقول أنت أنت كالليث في الشجاعة الخط واضح والإقدام لا ترون؟ كبير أنا مكبرة واضح؟ أدمل قدام أرى أدمل قدام أنت كالليث في الشجاعة والإقدام الآن مطلوب منك أن نقوم بعملية إدراج أركام التشبيه لأنه شفنا هنا أداة أنت كالليث يعني مثل الليث يعني هنا ما يوحي بأن هذا تشبيه المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه سنتعرف عليهم من تجيب أنت كالليث نعم نعم ضمير المخاطب لحظة قليلا أنت هو المشبه شبه بماذا؟ بالليث مشبه به الليث يعني عندنا في طرفين تشبيه المشبه ضمير المخاطب يوحي أن هناك شخص مشبه بماذا؟ بالليث عندنا مشبه ومشبه به معنى ذلك تشبيه أو لا تشبيه؟ تشبيه أين الأداة؟ الكاف نوع الأداة؟ حرف نوع الأداة ماذا؟ حرف وجه الشبه؟ الشجاعة والإقدام يعني الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به؟ هي الشجاعة والإقدام إذن عندنا موجود المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه الشجاعة والإقدام هي الصفة المشتركة نوع التشبيه لماذا قلنا مرسل؟ لأن الأداة موجودة فهو مرسل نوعه؟ مرسل شكراً نأتي بمثال آخر يا شبيه البدري في الحسن وفي بعد المنال لا هنا المشبه من تجيب؟ سمع صوت هنا هناك الجوالات تغلق 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 نعم أجيب نعم التي دلت على المنادة أن هناك منادة من خلال أداة الندائية نعم المشبه به البدر الأداة شبيه نوعها؟ اسم وجه الشبه في الحسن وفي بعد المنال إذن هي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به نوعه؟ مرسل بناء على ماذا حكمت أنه مرسل؟ بناء على بناء على الأداة فإذا قلت مرسل أريد أن تقولي من حيث وجود الأداة ومفصل من حيث وجود وجه الشبه إذا وجدت الأداة وجه الشبه معاً أريد أن تبيني إذا قلت مرسل أريد أن تقولي ماذا؟ من حيث وجود الأداة وإذا حكمت أنه مفصل من حيث وجود وجه الشبه من حيث وجود وجه الشبه نأخذ مثال آخر مثال آخر هم البحور عطاءاً هم البحور عطاءاً نعم 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 هم وهو الضمير دلت على أن شخص شبه بماذا؟ بالبحور العطاء وجه الشبه يعني الصفة المشتركة في صفة العطاء المشبه والمشبه بالصفة المشتركة بينهما صفة ماذا؟ العطاء إذا وجه الشبه أين الأداة؟ محذوفة نضع على أنت الصفة ما على أساس أنه يتبين لأن الأداة محذوفة فإذا حذفت الأداة فهو مؤكد فنقول نوعه مؤكد لماذا؟ لأن الأداة محذوفة الأداة هنا محذوفة فهو مؤكد نوعه مؤكد نأخذ مثال آخر الآية القرآنية تقول والقمر قدرناه منازل حتى عادة كالعرجون القديم كالعرجون ما هو العرجون؟ ماذا يقصد بالعرجون القديم؟ الفرع جذع ماذا؟ النخلة؟ الجذع التي تستند عليه النخلة أو ماذا؟ تعرفوا ثمرات البلح؟ ما الذي يحمل الثمرات؟ العرجون يطلق عليه بالعرجون لماذا أطلق عليه بالقديم؟ هو الجذع الجاف أطلق عليه بالقديم عندما يجف هذا الجذع الذي يحمل ثمرات البلح يطلق عليه بالعرجون القديم لكن في البداية قبل أن يجف يكون لونه أول ما يطلع تهيالي أخضر بعدين أصفر بعدين يجف يصبح بني جاف يطلق عليه عرجون قديم معنى ذلك له منازل والقمر منازل القمر له منازل والعرجون أيضا له ماذا؟ منازل إذاً هناك صفة مشتركة بين القمر بمنازله وماذا؟ والعرجون يعني في تتابع المنازل وغيرها فهنا نقول بأن هناك صفة مشتركة بين المشبه والمشببي إذاً أين المشبه؟ القمر شبه؟ العرجون القديم بالعرجون القديم أين الأداة؟ هنا الكاف نوعها؟ حرف أين وجود الشبه؟ أيها أين وجود الشبه؟ محدوف أو موجود؟ نعم نحط على أنت استفهام نحن الذي قمنا بماذا؟ بإيجاده فهنا نقول أن وجود الشبه محدوف نوعه؟ مجمل نعطي بمثال آخر إنما الدنيا من فهم التشبيه واضح؟ سهل من الصعب وهذه طريقة سهلة بالنسبة لك على أساس أنك تقوم بعملية استخراج الأطراف والأركان أيضاً فإنما الدنيا كبيت نسجته العنكبت أين المشبه؟ الدنيا شبهها بماذا؟ بالبيت الذي نسجته من؟ البيت الذي نسجته؟ العنكبت الأدى؟ الكاف نوعها؟ حرف وجود الشبه؟ محدوف ماهو عند استخراج الصفة المشتركة بينهما؟ الزوال الضعف يعني الدنيا زائلة ولا ما الزائلة؟ والبيت الذي تنسجه العنكبت سرعان ما يزول مجرد لا تضع إيدك على أو تنفخ علي تلاقي ماذا؟ يزول فمعنى ذلك ون أراد أن يبين بأن الدنيا كالبيت الذي تنسجه زائل لا مكان لها فهنا نجد أن وجه الشبه محدوف أو صفة المشتركة إذا نوعه مجمل نوعه مجمل هناك مثال لديك أيضا نريد توضيحه نحن نخذ مثال على الأرض يقوتة والجو لؤلؤة وماذا؟ والنبت فيروزج والماء بلور أين المشبه؟ شبه الأرض بماذا؟ بالياقوتة أيضا الجو يعني لدينا أكثر من صورة تشبيهية بلاغية الجو لؤلؤة شبه الجو بماذا؟ باللؤلؤة والنبت فيروزج والماء بلور معنى ذلك لدينا مشبه ومشبه به أيضا ومشبه به ومشبه به والماء بلور ومشبه به أين الأدواج الشبه؟ محذوفان الأدواج الشبه ماذا؟ محذوفان إذن هو تشبيه بليغ فقط اعتمد على طرفي التشبيه طرفي التشبيه فقط فنوعه بليغ نوعه بليغ في عندك مثال ليس واضح تيالي في الكتاب افتعى على الكتاب على اساس نقوم بعملية التوضيح له انظري إلى الكتاب من تقرأ المثال؟ أيوة صفرنا صفحة ما لديك؟ 148 يقول المثال من تقرأ؟ اقرأي 148 في التشبيه البليغ فوق مثال الأرض يقوتة يقول الشاعر ماذا يقول؟ اقرأوا نرى كيف قرأتكم اقرأوا اقرأوا صفرنا صفرنا بدورا وانتقبنا أهلة ماذا يقصد بصفرنا؟ من الصفر؟ من الصفر؟ أو من ماذا؟ ماذا يقصد بصفرنا؟ ماذا يقصد بصفرنا؟ وانتقبنا ومسنا وماذا؟ وإلتفتنا في عنا ماذا؟ نونس ودلت على أن هناك مشبه وهي الفتيات صفرنا بدورا يعني شبه الفتيات السافرات يعني الكاشفات عن وجوهن بماذا؟ بالبدور يعني مثل وجوهن النيرة مثلها مثل البدر نعم اكتمال الوجه هنا شبهة يعني معنى ذلك الشاعر كان يترقب الفتيات شبهة يعني كان شايف باله فتيات فشبه الوجوهن بماذا؟ بالبدور جامع بدر عنا مشبه وماذا؟ ومشبه به البدور أين الأدواج الشبه؟ محذوفان إذا تشبيه بلغ نأتي على انتقبنا أهلة ما هي الصورة التشبيهية؟ نعم نعم ممتاز يعني عند لبس الفتاة النقاب عندما تضع على وجهها النقاب فقط تظهر منطقة العينين مثلها مثل ماذا؟ الهلال يعني شبه الفتيات المنتقبات بماذا؟ بالهلال جامع أهلة عندك شبه الفتيات المنتقبات بالأهلة جامع هلال موجود يعني عندنا مشبه ومشبه به إذا الأدواج شبه ماذا؟ محذوفاً ومسنا غصوناً الرشاقة أي شبه رشاقة الفتيات بالغصن الغصن وليس الجذع الغصن تجده رشيق بثماية لأولين فشبه أجسام الفتيات طبعاً في الليونة والرشاقة وما إلى ذلك بماذا؟ بالأغصان وليس الجذع الجذع تابت مصيبة الفتاة لا تكون مثلها مثل الجذع فهنا شبه رشاقة وليونة الفتيات بماذا؟ بالغصن رائع هذا الشاهد البلاغي في تشبيه الفتيات طيب والتفتنا عنا يعني مشبه ومشبه به الأدواج شبه ماذا؟ محذوفاً انبسطوا على هذا طيب والتفتنا جآذرة نعم نوع من أنواع الغزلان ونحن نعلم بأن الغزلان بأنواعها جميلة طيب ما هي الصفة المشتركة بينهما؟ لماذا اختار هذا النوع من الغزلان؟ التفتنا عند التفتنا جآذرة عند التفاتها تظهر ماذا؟ ممكن منطقة العيون الجميلة فهنا ممكن أن نشار قصد عند التفاتها ظهرت انطقة العيون مثلها مثل ماذا؟ أو ممكن أن يكون في صفة أخرى لأنه في صفة أكثر من صفة ممكن أن الفتيات تعرفوا تلتفت بسرعة عند استماع أي شيء يعني دلالة على حضرها وخوفها وكذلك أيضاً الغزال نجد بأنه يلتفت دلالة على ماذا حضره خوف من أحد ينقض عليه من الحيونات المفترسة فلذا شبه التفاتة الفتيات به بالتفاتة الغزال يعني عندك مشبه ومشبه به إذن الأداواج الشبه محد وفان نوعه بليغ لدينا أكثر من صورة تشبيهية في هذا الشاهد البلاغي وهذا أروع شاهد رأيته في تلك الشواهد البلاغية في التشبيه ماذا رأيكم؟ من الروح إلى مثال آخر عندنا الآية القرآنية تقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفاراً مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفاراً من توضح الصورة البلاغية في هذا الشاهد البلاغي أو في الآية القرآنية؟ هنا؟ هنا؟ نعم شبه ماذا؟ الذين نريد أن نكتب شبه الذين حملوا التوراة من الذين حملوا التوراة؟ نعم ما الذي عانت به الآية القرآن؟ لا نريد أن نقول كل اليهود لأن هناك من أسلم من اليهود فنقول الكفار الذين لم يستطيعوا حمل أو فهم تلك ماذا؟ التوراة التي أنزلت عليهم فمعنى ذلك شبه الذين حملوا التوراة وقصدت الكفار الذين لم يحملوها ثم لم يحملوها مثلها مثل ومثل ماذا؟ الحمار الذي يحمل الأصفار ماذا يقصد بالأصفار؟ الكتب ماذا يقصد بالأصفار؟ نعم ولم يعي بما جاء فيها صحيح أنه يحملها لكن هل يفهم بما في تلك الكتب؟ لا يفهم فلذا نجد أنه شبه حالة بحالة هنا لم يكتفي بمفرد واحد وجدنا بأن المشبه صورة مركبة يعني عندما نكتفي بمفرد واحد نريد أن نرى عندما نقول شبه الكفار بالحمار هل فهمنا شيء من وراء الصورة البلاغية؟ لم نفهم شيء ونحن نعلم بأنه من وراء الصورة البلاغية والتشبيهات هو ماذا؟ هو الفهم وماذا والإدراك وأيضا أن نخرج بمعنى فعند تشبيهنا للكفار بالحمار لم نخرج بمعنى لكن عندما وضحت الآية القرآنية بدنا نكمل أو أكملت شبه الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يفهموا بما جاء فيها ولم يهتموا بها مثلهم مثل الحمار الذي يحمل الأصفار ولم يعي أو يفهم بما في تلك الأصفار فمعنى ذلك المشبه هي صورة مركبة والمشبه به صورة مركبة كيف تأكدنا أنها صورة مركبة؟ لأننا عندما اكتفينا بمفرد واحد بتشبيه الكفار بالحمار لم يعطينا معنى أو لم يفيدنا بمعنى جديد هذا بالنسبة للمشبه والمشبه به الآن الأداة عندنا الكاف كمثل قلنا الأقوى هي الحروف نوعها حرف وجه الشبه عندما نطلع وجه الشبه قلنا أن وجه الشبه صورة منتزعة من عدة أمور عدم الانتفاع وعدم الفائدة عدم الانتفاع عند استخراجنا لوجه الشبه هو ماذا؟ هو طبعاً ليس موجود عدم الانتفاع وعدم الفائدة نوعه نوعه تمثيل نوعه تشبيه تمثيل هناك أمثلة عندك موجودة على التشبيه بمثال في صفحة 148 يقول كأن متار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه كأن متار النقع فوق رؤوسنا ماذا يقصد بمثار النقع؟ هو يتحدث الشعر عن ماذا؟ على الخيول يعني أنا طالبة أدركت أن هناك خيول كثيرة أين تكون الخيول كثيرة؟ في المعركة معنى ذلك هناك معركة متار النقع هو ما ينتج عن أقدام وجرء وسرعة الخيول هو الغبار يعني شبه الغبار عندما يغطي أرض المعركة لما يكون في كثرة غبار الناس لا يرون بعضهم البعض وهكذا نجد أن الشاعر في تلك أو في هذا البيت شبه حالة الجنود الذين شاركوا في المعركة بعدم رؤيتهم لبعضهم البعض في ظل تلك المعركة الذي يغطيها ماذا؟ الغبار نتيجة سرعة الخيول وأيضاً وهيجان تلك الخيول فوق رؤوسنا يعني كادت أن تسيطر على الوضع على أرض المعركة يعني لم يرى بعضهم البعض لكن الذي كان يجعلهم يرون بعضهم البعض هو السيوف نعلم بأن السيوف تتلألة يعني تمتاز بوميضها المتلألة فمعنى ذلك يقول أن في ظل تلك المعركة الذي يسودها الغبار نجد أننا كنا لا نرى بعضنا البعض إلا السيوف هي التي كانت أو طبعاً عندما كانت تنزل على الرؤوس هي التي نراها فقط السيوف هي التي كانت تضيء لنا تضيء لنا هذا الجو المظلم المعتم نتيجة الغبار الكثيف مثل تلك الصورة مثلها مثل ماذا؟ مثل الليل المظلم بظلامه الحالك الإنسان لا يرى الآخرين إلا إذا كانت النجوم موجودة أو الكواكب التي طبعاً إذا كانت الكواكب موجودة متلألئة في السماء هي التي تضيء هذا الجو المظلم فمعنى ذلك هنا المشبه صورة مركبة لم يكتفي بشيء بمفرد وإنما صور لنا الحالة ككل حالة المعركة كيف كانت فشبه هنا نقول جو المعركة المظلم نتيجة الغبار الكثيف بالليل الذي يسوده الظلام الحالك لكن هذا الجو المظلم كان يضيءه ماذا؟ السيوف التي تنزل أو تسقط على الرؤوس السيوف المتلألئة بالكواكب التي تضيء هذا الليل بظلامه وسواده يعني عندنا صورة مركبة وعندنا ماذا؟ صورة مركبة إذن هو نوعه؟ تشبيه تمثيلي نوعه تشبيه تمثيلي في نهاية الصفحة 148 عندك أمثلة أخرى من التشبيه غير أيضاً مفصلة يقول الشاعر أو يقول امرو القيس ماذا يقول من تقرأ؟ نعم اقرأي وضح الصورة البلاغية وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتليه بلاغية بتالية أين الصورة البلاغية والضحية؟ طيب إحنا فهمنا إيش لما تحدثت وقالت إنه شبه الليل بموج البحر لازم يكون هناك ماذا؟ تفصيل لازم يكون هناك أكثر تفصيل لما نحكي شبه الليل بموج البحر طيب ما علاقة الليل بموج البحر؟ لا هل فهمتم شيء؟ هل أدى معنى واضح من خلال كلامها؟ لما تقول شبه الليل بموج البحر؟ أيوة معنى ذلك يعني شبه الليل عندي الشاعر طبعاً شبه الليل في طوله وتتابعه وعدم انقطاعه نعم وماذا؟ نعم وهيبته ورهبته لأن الموج معروف بالهيبة والرهبة والتتابع والطول والاستمرارية فنقول شبه الليل في تتابعه وعدم انقطاعه واستمراريته بماذا؟ وهيبته ورهبته بالموج البحر في ماذا؟ في تتابعه واستمراريته وطوله وهيبته ورهبته يعني في عندنا صورة مركبة المشبه وأيضاً المشبه به صورة مركبة الأداة الكاف إذاً نوعه تمثيلي صورة مركبة بصورة مركبة إذاً هو نوعه تمثيلي يعني معنى ذلك أنه أذقلت على الشاعر الهموم في الليل فشعر بأنه الليل طويل لا ينقضي يعني هو كان يتمنى أن الصبح يطلع على هذا الشاعر لكن شعر من كثرة الهموم شعر بأنه وأرقه وتعبه وعدم نومه شعر بأن الليل طويل مثله مثل موج البحر هناك أيضاً بيت آخر من الشعر من توضح من تقرأ وتوضح نعم سورة كأنك شمس أيوة نعم نعم كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب أين المشبه؟ أيوة أين المشبه؟ كلما نحكي لك كأنك شمس الضمير الكاف كأنك الكاف هنا في ضمير هو المشبه شبهه بماذا؟ بالشمس أين الأداء؟ كأن سيصار في عندك لابس شوي لأن الأداء اتصلت بالضمير بالمشبه فالكأن هنا هي الأداء الكاف هو المشبه هنا تقدمت الأداء ليس من الخطأ أن تتقدم الأداء على المشبه كأنك شمس هنا الضمير هو المشبه سنقوم باستخراج المشبه به الشمس الأداء كأن أين وجه الشبه؟ محدوف إذا نوعه مجمل نعم طيب نكمل والملوك كواكب بما أنه فيه وهو عطف معنى ذلك فيه جملة جديدة وهو عطف هنا والملوك كواكب أين المشبه؟ الملوك المشبه به كواكب نوعه؟ ماذا تعمل؟ كأنه يقول وكأن الملوك كواكب لكن اختصر الأمر لأنه ذكر كأنه لا يريد أن يعمل عملية تكرار في الشاهد البلاغي هذه معطوفة جملة معطوفة على جملة بما أنه فيه جملة معطوفة على جملة يعني اشتركت كأنه في ماذا؟ في نفس البيت لكن لا يريد التكرار يعني هنا صعب كأنك شمس وكأن الملوك كواكب صار فيه نوع من ماذا؟ تقل في اللفظ فلكن هنا اختص الأمر كأنك شمس والملوك كواكبه هنا الكأن هي طبعا الأداة الملوك المشبه وكواكب المشبه به وجه الشبه غير موجود إذن هو أيضا مجمل يقول كعب بن زهير ماذا يقول؟ نعم إن رسول لسيف يصدأ بها شاهد البلاغ نعم مهند من سيوف الله مسلول أين المشبه؟ نعم الرسول أين المشبه به؟ السيف أين الأداة؟ محذوفة نعم وأين وجه الشبه؟ نعم الإضاءة نوعه؟ أشكرك مؤكد لماذا؟ لأن الأداة محذوفة نعم كويس كثير هذا إندال يدلنا على فهمكم لموضوع التشبيه نأتي يقول الشاعر أيضا العلم غيث والأخلاق تربته أين المشبه؟ العلم مشبه به الغيث الأداة وجه الشبه محذوفان نوعه؟ بليغ والأخلاق تربته أيضا نفس الشيء نعم والتربة الأداة وجه الشبه محذوفا يقول الشاعر الخد ورد والصدق غالية الصدق غالية ما هو الصدق؟ المنطقة التي عند الغرة عندما تنزل الغرة منطقة هذه يقال أن هذه المنطقة أجمل شيء عند المرأة تمام؟ الخد ورد والصدق غالية والريق خمر يعني الريق خمر يعني شفيفها تمام؟ مثلها الخمر باللدة يعني والثغر من برد الثغر من برد الأسنان بيضاء مثلها مثل ماذا؟ البرد يتغذل في محبوبة الشاعر يبدو الخد هنا مشبه ورد في الصفة المشتركة هي محذوفة لكنها الحمر نعم فمعنى ذلك الأداة هنا محذوفة وجه الشبه محذوفة عندنا مشبه ومشبه به نوعه بليغ الصدق غالية عندنا مشبه ومشبه به الأداة وجه الشبه محذوفان الريق خمر عند مشبه ومشبه به، والأداوج الشبه محدفان نعم، الثغر من برد نعم، مشبه ومشبه به، والأداوج الشبه محدفان إذن هو تشبيه بليق يقول الشاعر آخر بيت العمر والإنسان والدنيا هما هم كالظل في الإقبال والإدبار نوعه طيب نستمع لاحظة قليلاً، العمر والإنسان والدنيا هما همو كمين؟ كالظل المشبه هل هو صورة مفردة؟ أم صورة مركبة من يقول مركبة ترفع إيدها؟ مركبة ترفع إيدها من يقول صورة مركبة ترفع إيدها لا تخافوش أن لا نقص درجات نريد أن نرى مدى استيعابكم ارفعوا عالياً عالياً لا تخافوش حسناً، لماذا ترفع صورة مركبة؟ حسناً، وحروف العطف واو يعني وكأنه يقول العمر كالظل ما هيك؟ والإنسان كالظل والدنيا كالظل، لكن هو اختصر الأمر يعني عندما يقول العمر كالظل، أدى معنا ولا ما أعطاش؟ أعطى معي يعني المفرد مقابل مفرد، الإنسان كالظل مفرد مقابل مفرد، الدنيا كالظل مفرد مقابل مفرد، والذي فصل بناتهم حروف العطف إذن نوعه مرسل، من حيث ماذا؟ من حيث وجود الأداء، ومفصل من حيث وجود وجه الشبه يعني شبه العمر وشبه الإنسان وشبه الدنيا بماذا؟ بالظل، يعني بدك تعمل مفرد، العمر بالظل، الإنسان بالظل والدنيا بالظل، ما هي الصفة المشتركة؟ في الإقبال والإدبار، نعم هي الصفة المشتركة وجه الشبه، فنقول نوعه مرسل مفصل، هذا بالنسبة لي يعطيكم العافية في المحاضرة الجاهية، سنكمل موضوعات الاستعارة والمجاز المرسل والكناية